وفي الأثناء أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطع غزة إلى 21672 شهيدة كما أعلنت الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد المصابين إلى 56165 منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي يأتي ذلك فيما أشارت الوزارة إلى استشهاد 165 مواطنا فلسطينيا وإصابة 250 آخرين خلال الساعات الـ 24 الماضية